بالمناسبة كنا برضو بنتكلم معكم من شوية على فكرة ان احنا كل يوم التاني تقريبا بنتكلم مع حضراتكم عن إنجاز ما لفريق ما من فرق النادي الارياضية المختلفة دلوقتي عايزين نتوجه بالتهنئة لبعتة المتخب المصري لتنس الطولة بمناسبة حصولهم على ست ميداليات في منافسات الفردي لجال وسيدات بواقع ميداليتين زهبيتين واربع ميداليات برونزية طبعا الكلام ده حصل ضمن منافسات كأس إفريقيا لتنس الطولة المقامة في نيجيريا في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الجاري بنت النادي الاهلي بقى وده اللي يخصنا ولعبة المنتخب الوطني هانا جودة حققت إنجاز مهم جدا بعد فوزها بكأس إفريقيا للسيدات وحصولها على الميدالية الذهبية كأصغر لعبة تتوج بهذا اللقب بعمر 14 سنة و7 أشهر فعلا أصغر بطلة في القرى حاجة عظيمة سبعة شهور يعني هي عند بلادها مثلا شهر سبعة أو تمانية لو عندها معتاشر وسبعة لا مش عايد مش عايد مش عايد بس هي عملت شغل نار كالعب لما عند بلاد عب على شهر تسعة مثلا ما علينا يعني أيوه إحنا اتكلمنا كثير عن هانا جودة مش نعود يعني عشان محدش يقول انتم تحيزين بس في الأول في الآخر يعمل لا تمثل بس النادي الأهلي هي تمثل جد مصر وحنا عندنا أمال كبير جدا هي دي صناعة البطل والألمبي بجد هانا جودة كانت دي فتنة في أول حلقة في البرنامج خالص في عشرة الصبح كان أول سيزن أول حلقة فحاجة كانت جدا حاجة يعني وعدة جدا حضر يا كريم على فكرة أنا أصلا دراستي يعني قانون بس يا قصة أنه في حاجات والله العظيم بتروح منك بس بحاجة يقول لك أنتم هتعيشوا برنامج علامي والله عظيم عشان ده ده الكلام العادي يعني بس أنا العربي بتايك ويس جدا لا جدا خلي بالك مهم خلينا نروح برضو استكمالا للنقطة الحلوة الخبر الحلو ده كمان الكريم بيتكلم فيه خلينا نروح لأبطال تانين عمر عصر طبعا يعني اللي فاز بذهبية منافسات هنا الرجال وحصد كمان أحمد صالح ومحمد البيالي على ميداليتين برونزيتين في منافسات فردي الرجال يعني اللعبة أيضا دينا مشرف أو مشرف حصلت على الميدالية البرونزية واللعبة ماري من الهوديبي برضو على الميدالية البرونزية بالبطولة في المنافسات هنا منتكلم فردي سيدات برضو أسماء إن شاء الله هتبقى ليها مستقبل كبير جدا جدا يعني وحاجة هتشرف مصر أنا مبسوطة جدا إن إحنا يمكن زمان بجد والله لو قرنته زمان بدلوقتي ما كانش عندنا كم الأبطال دول رجال وسيدات بنتكلم وسيدات تحديدا لكن في ثقافة في حاجة تغيرت يا كريم شكل كبير جدا بجد فده إن دال على شيء دال على تقدم تقدم سواء في السياسات أو تقدم في العقول وفي المجتمع وفي الثقافة فأنا شايفة إن إحنا ماشيين في طريق سليم جدا من ناحية تحديدا الرياضة كمان وكنا لسنين مش قليلة اسم مصر بعيد قوي عن أي منافسات رياضات مختلفة إحنا لو أكيد حضراتكم أكيد لاحظتم إن كام سنة اللي فاتوا مبدئيا كده السكواش وكرة اليد بصفة خاصة لأ بقالهم شأن على الصعيد العالمي بشكل ملموس ومشرف جدا نتمنى أن الكلام ده طبعا تتعدي من خلاله بقية الرياضات